السلام عليكم ورحمة الله أنا حسين الربيعي وأهلا بكم في هذا الدرس الذي سوف نشرح فيه كيف نكون حاسبة الكترونية تجمع رقميا طبعا فكرة من هذا الدرس نعلمك كيف تصمم layout لتطبيقك يعني تصمم layout تعمل على مختلف الأجهزاء بنفس الكفاعة ونفس الوقت نربط لك إياها في الكود يعني نحاول الآن نفهمك الدرس الأول والثاني كيف نربط بيناتهم بشكل أكثر انتظاما طبعا قبل أن أبدأ هذا الدرس أحب أن أشكر الذين يدرسون معي هذه الدورة وقول لهم you are doing great يعني عملكم مضبوط وطريقة تتبعكم صحيحة جدا شكرا لكم الذي أطلب من عندكم أنه أي مشكلة واجهك في أي درس علق عليها وحتى وما وجدك مشكلة هم علق علق قول شين مشكلة واجهتك وشين الخطأ وين المكان الصعب لأن الهدف من هذه الدورة هي تعليمكم متعليمي أنا أعرف الموضوع ما حاجة أتعلم فالهدف من عنده تعليمكم فيجب أن يكون تعليمكم بطريقة صحيحة إذا ما تريد إليك ففكر بالجيل اللي بعدك اللي يجي راح يتابع هذه الدورة خليه يقول رحم الله والديك عليك أنت لأنه وضحت نقطة وأنا صححتها بسببك مثل اللي قبل الدرس الماضي قالوا أن الشاشة ما واضحة فالهذا الدرس سوف أكبر الشاشة أكثر إذن لنبدأ في الدرس فكرة من هذا الدرس سوف أكبر شاشة أكبرها من هنا فكرة من هذا الدرس نكون حاسبة الكترونية فحاسبة الكترونية مجموعة من الأسطر في التصميم سطر يدخل في الرقم الأول سطر رقم الثاني وسطر النتيجة أعرضها وسطر بوتون يلغض عليها فأنا بما أن أدي مجموعة أسطر فلا أستطيع تنظيمها بشكل اعتيادي لك أحتاج إيش أحتاج Vertical Layout أدرج Vertical Layout أدرك اللي تراها أنه هذه الشكلة وهذه البروبرتيز التي تخصها من البروبرتيز التي تهمني أنا في الوقت الحالي هي ارتفاها عرضها هي Full Parent ما عندي مشكلة بي ارتفاعة أريد أيضا Full Parent الارتفاع الخاص بي حتى تكون بكبر الفورم اللي هي موجودة بي حتى تغطي كل أدوات فقل له Match Parent أصبحت بكبر الفورم اللي هي بي أحتاج أن أضع في داخلها صفوف رو هالرو الأول فيه Label وفيه Input فبما عن النصف فأحتاج Horizontal وأحتاج Horizontal آخر ثنيا هذا أول هذا ثاني بالنسبة للأول لو جدت أنا في Layout Document لديته Horizontal Layout وهذه الحاوياتهم بالنسبة للأول ايش أحتاج أضع فيه؟ دعني أكبر لك حتى يكون الموضوع أوضح لك وأفهم بالأول أحتاج أن أضع Label يعني فالشيء في Label توضيحية على ماذا تعني هذه ال-Input فأقول له أوكي أضع لي هذه وأسميها أيش Number One أضغط ضبط كليك عليها وأسميها Number One نقطتين حتى العالم تفهم أنه هي هذه Number One أوكي؟ يعرف أنه راح يدخل Number One هنا وضع فيه جانب أمبوت طبعا في الفيلد أمبوت يجي أنواع مختلفة من أمبوت ممكن نستخدمها Text Field حسب النوع الأمبوت مثلا إذا كان نوع الأمبوت خاص بإيميل فأستخدم إيميل فسوف يعرض لي بالكيوبورت اللمس يعرض لي علامة آت وعلامة دوت كوم Password مثلا كان نوع الأمبوت البيانات المدخلة Password نجماتي عرضي لما أكتب الأحرف يحولها إلى نجمات مثلا كان الأمبوت Phone Number أستخدم Phone Number كان أمبوت Time أستخدم Time حسب كان الأمبوت Plan Text تيكس اعتياديا عندما أضغط عليه سوف يعرضي حروف وأرقام وما إلى ذلك إذا هاي تفيدنا بال Validation يعني بعد ما أفكر أنه يجب أن المستخدم يدخل حروف أنا عندما أدرج Number أنا متأكد أنه البيانات التي سوف تدخلها على هذه عندما يضغط عليه الشخص سوف يعرض لكيوبورت فقط خاص بالأرقام ما يعرض لكيوبورت غير شيء فما يقدر الشخص يدخل غير الأرقام وهذه ميزة حلوة في ال Validation إذا أنواع مختلفة من ال Validation لدينا أنا هذه الانبوت إذا تكون بعرض الجزء المتبقي الأمر بسيط فقط أذهب إلى Properties الخاصة بها الwith وأقولها إيش Match Parent يعني يعرض العبو يعني عرض العبو هذه أخذت جزء وهذا أخذه متبقي طبعا هذه ليست Number هذه Number One حتى تكون أوضح فحولها إلى Number One أوكي بهذا الشكل Number One نفس العملية أكررها بالنسبة للرو الثاني أيضا نحتاج أثنين نحتاج Medium Text اسميها Number Two Number Two وهذه Number Two مفروض يدخل الشخص بالرقم الثاني فأحتاج أيضا Number Input Field وأيضا نحتاجها غير ال Properties الخاصة بالعرض الخاص به إلى with الخاص بMatch Parent أوكي حسنا بقى الآن أعرض ال Result أوكي ال Result أحتاجها في رولي وحدها فأدرج Large أعرض فيها ال Result هذه أسميها Result Results فقط Label أعرض فيها النتيجة وأخيرا البتن لزر الضغط أوكي أدرج بوتن بي و بوتن أسحبها هنا لو جيت إلى الأوتلاين ترى أن هذا شكل الأوتلاين خاص به انظر لدي أشفت شيء Vertical Layout فيها مجموع الصفوف هذا الصف الأول صف الثاني صف الثالث صف الرابع صف الثاني متكون من جزعين متكون عبارة عن Horizontal Layout متكون هذا وهذا هذا أيضا صف الثاني الأول عفو هذا صف الثاني نفس الحال متكون من جزعين العمود الأول و العمود الثاني إذا نفكر بها Vertical Layout أستطيع أصفت بها بشكل صفوف والHorizontal Layout أرفت بها بشكل عميدة فأنظرها Horizontal فكان فيها عموديا هذه Horizontal كان فيها عموديا هذه كانت Vertical كانت فيها أربع صفوف ففهم هايش طريقة التصميم سوف تكون ببيت الأندوال الآن أنا انتهيت من التصميم هذه الطول ولا أمعد أحتاجها مزيدا من العمل أزيلها حتى أكبر شاشة العمل وأفهم كيف أعمل طبعا أعود أنا مرة أخرى العفوة أعمل على أيش الليات أنت لو ترى أنه هذه هذه التيكس انظر الليبل في الأعلى وهذه في الأسفل السبب في ذلك أنه هذه سوف يكتب لك النص من البداية أحتاج أن أبعد النص على الأطراف هذه البوكس أوكي يبقى نفس عرضها لكن النص أريد أن يبتعد عن أطرافه اللي هو بي هنا أستخدم شيء اسمه Pading Pading يبعد التيكس عن المحاولة لنفهم ما معنى ذلك وجد انتقلت هنا إلى أختار هذه Properties وأبحث عن شيء اسمه Pading Layout Pading أوكي هذه الجزء Pading Pading أريد أترك أنا أترك هذا النمبر هذا البوكس اللي هو بي انظر لونه في الأزرق أريد أن يبتعد من طرف البوكس الخاص بي أسفل 10 دعني أبعد 10 10 10 أنظر بقى البوكس نفسه لكن التيكس الخاص يبتعد من التوب 10 دعني حوله إلى 13 أكثر ملائم أو 17 18 أو شيء أوكي حتى تصل إلى الشكل الذي أنت تريده أوكي حتى الشكل الذي أنت تريده يوالمك اختار وخلص هذا نمبر 1 تستطيع أن تترك من كل اتجاهات عسي المثال تريد أن تترك أنت من الليفت بمقدار 2 فلأقول أوكي 2 بيكسل أترك من الليفت انظر على الليفت انظر هذا البوكس ترك لك من الليفت الخاص ب2 بيكسل لو جد قتل عسي المثال 8 سوف تراها بوضوح انظر كم ترك لك 8 لكن أنا لا يترك شيء من الليفت نفس الحالة هذه فقط كل الذي يفعله من التوب أقول لا ترك لي 20 بيكسل حتى ينزل ليها في الأسفل لو جد عملت بولد المفروض ما يطلع لي أي خطأ البولد هو عبارة عن كومبايلينج للداتا الخاصة بك إذا هناك خطأ سوف يقول لك هناك خطأ انظر سكسيس يعني ماكو خطأ في الداتا المتخلق الآن هذا الجزء صحيح هناك جزء آخر أريد أنا هذا هذا هو رو أيضا يبعد لي عن هذا الرو يعني رو يبتعد عن رو ليس شيء عن الداخل فيه في البداية كنا يدنبع البوكس ومحتواء النص عن داخله لكنها تختلف أي دبعث هذا الرو يبتعد لي عن رو الثاني فهنا العملية ليست بايدنج هناك مارجن يعني دفع أوبجيكت عن أوبجيكت أوكي أنزل هنا شيء اسمه مارجن فيجب ديك عدك أنواع من المارجن رايفت لرايت توب ستوب بوتون أنا أعمل البوتون أبدأ هذه البوتون لو تراها أريد البوتون يعني من أسفل كم يبتعد أقول ليه يبتعد عن أسفلة بمقدار عشرة بيكسل أوكي سوف أنظر ترك لي هذه البايدنج مقدار عشرة ترك لي بينه وبين الأعلى من عنده انظر إذا أقدر أزول أسحبها أبعد أكثر نفس الحالة هذه أختار البوتون على سبيل المثال 15 سوف يبعد لي عن أسفلة 15 انظر وضع لي بايدنج انظر هذه البايدنج مسافة بينه وبين انظر البايدنج بمعنى مسافة بين واحد وواحد في حين المارجن عفوا المارجن مسافة بين ايتم و ايتم انظر بين هذا الايتم وبين هذا الايتم في حين ال بايدنج لا نفس الايتم لكن محتوى بداخله يبتعد عنه لنبخل مربع نفسه لكن النص اللي بداخله يبتعد عن أطرافه ميز بين بايدنج والمارجن نفس حالة هذه الرزال آلت ا cidade بعادها على البوتون فإذا هذا الايتم سوف يبتأ offenders عن هذا الايتم اوكي فقط اقول لا يبتعد عن البوتن 10 بكسو الان كل شي تمام لكن الاطراف لا تعجبين لا يعجبين ان يكونوا قريبين جدا من الاطراف ايضا بعدهم لعود باك كلهم هم موجودين داخل ايش داخل هذه اللايات اللي هاي linear layout كلهم فاريد ابعدهم كلهم من داخلها اريدها يبقى تبقى اللايات ملع الشاشة لكن النص في داخله يبتعد عنها اذا انا عندما بعد المحتوى عن الاطراف استخدم ايش استخدم payding اذا اعود للpayding ايضا يبتعد لعسي مثال من ويقدر خمسة فيكسل ومن الright اخلي بعد لي خمسة اذا شفت الخمسة مو مناسب جعله خمسة عشر ما مشكلة انظر انظر كيف ترك الان ترك لك مسافة من هنا الان انظر فقط بعد لك بقى البوكس نفس احدوده لكن بعد لك النص عن البوكس هذا يسمونه payding لكن كما قلنا المارجن تختلف لو جد في المارجن ركز في الطرف الايسر اللي هو هذا انظر الان متلاسق لكن لو جد قلت له ثمانية بيكسل او خمسة بيكسل سوف ترى انظر الخط سحبه اذا اذا فهمك يا في هذا الدرس انه الفرق بين الpayding والمارجن انه الpayding تبعد انت بين الايتم ومحتواه في حين المارجن تبعد بين ايتم وايتم اخر كما رأينا الان في هذا الدرس فقد اتأكد انه عملي صحيح اقول لريبلت سوليوشن حتى اتأكد انه ماكو خطأ اذا ماكو خطأ حتى اذهب الى التصميم وابدأ بكتابة الكود اوكي بلت سكسي فاكو شي صحيح انا اعطي نيمز هذه ايش اسمها الاد الخاص بها لو جيت انا هنا في الخصاص الخاصة بها ارى انه لديها ايدي فاسمها edit text 1 اسميها اسميها edit text number 1 اوكي et number 1 هذه اسميها الاد الخاص بها et number 2 لو ترى الايدي فقط اغير هذا الجزء بعد السلاش هذه اسميها text view اي اسميها txv text view r يعني result result اسميها بهذا الشكل اوكي وهذه البوتون اسميها ايش view calculate اوكي هذه البوتون الخاصة بنا فقط اغير النص الموجود في داخلها اسمي calculate حتى يكون اوضح اوكي فهذا واضح سميت التسميات كلها اللي اريدها كل شي صحيح انا متأكد بياناتي صحيح ما بايش كال فشي اخير اوضح لك اياه انه كما وضحنا سابقا لو جيتها البوتون هذه البوتون هاي خصائص البوتون كل خاصية والها قيمتها نفس الحال جيت بالxml بحثت عن هذه البوتون في الxml البوتون ها عنه عسبي مثال الاسم الخاصية android بس اكتب android نقطتين واسم الخاصية الناس calculate android نقطتين اسم الخاصية العرض match parent android نقطتين اسم الخاصية الهاي يساوينا wrap content android نقطتين خاصية يساوينا value اذا الاندرويد حتى نكتب axml نفتح قوس نكتب اسم البوتون حسنا مثال اسمه بوتون ونغلق القوس بهذا الشكل في داخلها نكتب الproperties الproperties نكتب android نقطتين اسم الخاصية يساوينا value وكلها نفس الحالة لجلت هاي text view اللي استخدمناها العرض الادية الخاص بها هي text result كلها نكتب android نقطتين اسم الخاصية يساوينا value اذا اردنا نتعامل معها من هذا الاتجاه فقط نكتب android نقطتين اي خاصة يريد ان نتعامل معها يساوينا value لماذا android سبب في android انو جت للاعلى انو android هو عبارة عن variable instance من مكتبة هذه كأنما بدل ما اقول لهذه المكتبة كلها امثلها بكلمة android كأنما using لما سوي using libraries وتمثلها في variable فهذا variable ما تأمر تستخدم يعني هذا اسمها x فكل كلمة android هنا تتغير الى x اذا اتمنى اوضحة الفكرة عندك عدى ال design وابدأ بالعمل الكود الخاص بالنافذة طبعا ازيل هذا الجزء حتى وسع عملي وهذا الجزء ايضا ازيل لم اعد احتاج زغرة حتى يكون اوضح بالنسبة لي وهذا بهذا الشكل ايش لدي انا سابقا شرحنا عن البتن عملنا بتن اعتيالي وتكون هذه البتن وابحث عن view اسمه بيو ايش بيو calculate وقل لما البتن لما يضغط عليها استدعي لهذه الـ event اوكي انا ما عندي ايش كال في هذه لما يتم الضغط متى ما يتم الضغط عليها بيو calculate متى ما تضغط عليها انا تلقائيا انفذ هذا يعني هذا بال اول شيء سوف يتنفذ وعندما يعمل set لللياوت مباشرة يعرف انه هذا فمتى ما يتم الضغط عليها هذا يتصنت ويعمل اي عمل ماذا اذا اعمل ادخذ في النص الاول والنص الثاني وعرضهم في ايش في اه واجماهم يعني وعرضهم في result لانك احتاج ثلاثة الاول كلهم عرفهم بشكل variable ما لدي عرفهم بشكل نوع يعني ممكن اعرف بالنوع الموجود به ممكن اكتف فقط variable يعني هاي يبقى ممكن اعوض بالكلمة variable ما يجد مشكلة الاول هو ايش هو 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 edit text number one edit text number one هو عبارة edit text لو ترى انه edit text ايش هي edit text لو جينا عند edit design حتى نفهمها جيدا هذي ايش هي edit text لو جينا عليها edit text ايش اسمها et number one اعوض لدي design فاقول ايبا edit text اللي هي شنو et number one وهذي الثاني ايضا edit text اللي et et number two ايش هذي et number two الثالثة عرض بها result لكنها ليست edit text الثالثة لو جينا نزلنا عليها text view ونحن عرفها text view من design لانه هذا وجينا هنا هي نوع text view لذلك هي txt view result اوكي خلي عرفها فقط هي text view وما هو id الخاص بها بجت عدد هنا الديزاين الخاص بها وهتأكد ان الادية الخاص بها text txt result وعرفها text txt result كل هم هذول كل واحد اصبح متصل بشي هذا تصل بالنمبر واول هذا النمبر الثاني هذا result وكو شي تمام الان اذا جمعهم معرضهم في result الامر رأتي text result .txt خاصية النص text النص الموجود فيها تساوي النمبر واحد plus number two فالنمبر واحد هو string فحتاج انه حول .to integer 2 int 32 اللي هي المن هذي .txt النص الموجود في الاولى واجمعها مع النص الموجود في الثانية .txt حتو أن هذي ما عدت تحتاج حتى ظغر المساحة الديزاين علي أجمع الاثنان وعرضهم في label بما أن هاي النتيجة جمع انتجار وهي string يجب أن أحول كل إلى string ففي C شارب أوكي أضعهم بين قوسيا ونقل .to string وأفتح قوس أغلق ثم بهذا الشكل لا نكون شيء تمام المفرض وصحيح كل الذي أفعل فقط أعمال rebuild solution وتكال الران على المساحة لعرى النتاج حسنا هنا number one number two تعني دخل اسمي مثال 3 و 4 وأضغط run على رضي 7 انظر 5 حسنا تمنى أن تكون فهمت الفكرة طبعا الغرض من هذا الدرس أنه نعلمك بالديزاين مهما تغير الديزاين تبقى نفس محافظة على التصميم لذي تحولت إلى horizontal انظر بقى التصميم نفسه بقى number one وبقى هذا بهذا الحجم لم يتأثر حجم التطبيق الخاص بك لأنه نحن صممنا بطريقة يتوالم مع كل الأجهزة إذن هذه من أهم نقاطنا في برمجة تطبيق هذا الاندرويد أنه يتوالم مع كل الأجهزة وهم نقطة الأخرى أنه أنت كما وضعنا في الدرس الأول أي شيء تريد أن تصل له فقط تقول له find view by id لذلك الاسم ما هو نوحة على سبيل المثال هنا لو جينا شاهدني هاي إيش نوحة في البروبرتيز نوحة text view فحتى أصل لها فقط أقول له find view by id text view resource واسمها ما هو اسمها اسمها text view result أطبع عليها عن طريق الـ id الخاص بها text view result وصلها عن طريق text view result وانتهى كل شيء أمر بسيط هذه finding وقلنا أنه عندما نحصل ننفذ أي عمليات ننظر بهذه الحاسبة بسيطة ننفذ عمليات أتمنى أن تكون فهمت بهذا الدرس جزئين كيف تكون عمليات وكيف أيضا تعمل الذي عملنا نحن الآن الذي هو layout management يعني التطبيق الخاص بنا الآن لا يعمل فقط على هذا الاصدار بهذا الشكل لو غيرت على مختلف الأجلس سوف يعمل على نفس الكفاعة يعني حولك على نكسز عشرة وينارة كبر لك حتى تراه بقى محافظة على كفاعتها ما تأثر بقى محافظة على نفس الكفاعة ما أصبحت لك وتم موجودة وشيء غير موجودة كوشي حولي لا تيوي نفس الشيء ما تغير ما تأثر ليش لأنه layout إحنا عملناها مجموية بشكل صحيح إذن حتى هنا نكون أنهينا هذا الدرس لا تنسى أن تعمل like subscribe وأضع في comment دعني أقرأ comment الخاص بك وأرى تعليقك لأفهم مدى فهمك لهذا الموضوع لأنه يساعدني في تقديم دروس القادمة بطريقة أسهل أو أصعب أو ماذا إذن ضع تعليقك ضع مدى افتهمت وقل لي وشكرا لك شكرا لحسين متاع